السلام عليكم ازايكم يا احلم طبعين ويا رب تكونوا بخير وعيد فطر مبارك يا رب على الجميع تعالوا معنا نعرف اخبار الفن حيث فستان العيد للفنانة غادة عبد الرازق بيصير الجدل بهذه الاطلالة بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الآن الخبر بيقول حرست الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل والسور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها بمناسبة ايد الفطر وقد لقت الفنانة غادة عبد الرازق الانظار في الصورة باطلالة مميزة حيث ارتدت فستانا مقصيرا يصل الى اعلى الرب ونصفكم واتسم باللون البيش المزين بالورود وقد تزينت غادة عبد الرازق ببعض الاكسسوارات البسيطة للغاية مما زاد من اناقتها ونالت اطلالتها اعجاب متابعيها على السوشيال ميديا اما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت الفنانة غادة عبد الرازق على خصلات الشعر القصيرة والمنسدلة على كتفيها ووضعت مكياج مرتكز على الالوان الترابية والغير مبالغة فيها اذا اعجب المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان وعيدكم مبارك اشتركوا في القناة